لقي قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعه في المعارك التي يشنها الجيش الوطني والمقاومة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة ونعى ناشطنا حوثيون مقتل القيادي أكرم حسن حمود غثايا وهو من أبناء منطقة مران بصعدة مسقط رأس زعيم الميليشيا المتمردة والقيادي الصريع هو نجل الزعيم القبلي في مران حسن حمود غثايا وتم إرساله بتعزيزات إلى جبة الساحل الغربي التي تشهد انهيارات متسارعة للميليشيات الحوثية قالت وزارة الداخلية على موقعها للإلكتروني أن فرقة التدخل السريع التي تخرجت قبل أسبوع في محافظة لحج تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب إرهابيين بينهم أمير لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة يافع بالمحافظة وقال العميد صالح السيد مدير أمن لحج أن قوات التدخل السريع تعد من أحدث القوات وأكثرها تطورا من حيث الأداء الأمن والمعدات وأضاف أن هذه القوات تلقت تدريبات عالية المستوى من قبل مدربين مختصين وحققت نجاحا ملحوظا في أولى مهماتها حيث تم القبض على أميري في تنظيم داعش ومعه عدد من المطلوبين أمنيا قال مصدر طبي بمستشفى طور الباحة بلحج أن طفلا في التاسعة من عمره يصيب بجروح متوسطة برصاص قناص حوثي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وبحسب شهود عيان فإن الطفل عمرو عبد الباري الأثوري تعرض إلى إصابة متوسطة إثر الشضايا رصاصة معدل 23 أطلقتها الميليشيات الإنقلابية أصابته في الفخذ والبيط وتم إسعافه لمستشفى في طور الباحة ومنها للعاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج وجه محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني كافة الضباط والصف والجنود بالمحافظة على رفع مستوى اليقظى خلال الشهر الكريم للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة من العناصر الإجرامية الضالة جاء ذلك خلال لقاء له مع قيادات وضباط المنطقة العسكرية الثانية والنخبة الحضرامية ذاعيا جميع الجنود قوات النخبة الحضرامية في النقاط إلى ضرورة أخذ الحضة والحذر ليقو أنفسهم وإخوانهم الخطر كما شدد على الحفاظ على الممتلكات والعهد العامة والخاصة لديهم وعلى المزيد من الالتزام بالضبط والربط العسكري في الشعب والوحدات والألوية العسكرية بالمنطقة تسببت سيول الغزيرة بمحافظة المحوث في جرف سوقا شعبي بمنطقة الجمعة التابعة لمدرية بني سعد وإلحاق أضرار في الطريق الرابطة بين المحوث ومدرية باجل بمحافظة الحديدة وقالت مصادر محلية إن سيول الأمطار التي هطلت على مناطق مختلفة من المحافظة جرفت السوقا ونجم عنه قطع عدد من طرقات السير الفرعية إضافة إلى أضرار كبيرة في طريق المحوث باجل الحديدة وزعت جمعية السلام 500 سلة غذائية مقدمة من جمعيات كويتية على الأسر المحتاجة للغاثة في خمس قرى بمنطقة الضباب غربي تعز واستفاد من المعونات الغذائية عشرات من الأسر النازحة والمهجرة وفقا للقائمين على الجمعية قمنا اليوم بتوزيع السلال غذائية على 500 أسر مستفيدة مقدمة من دولة الكويت قاءت هذه السلال الغذائية في الوقت الحرق الوقت الذي الناس فيه أحفظ ما يكون إلى تقديم الدعم والعون والمساعدة حيث أن هذه السلال وزعت على النازحين والمحتاجين والأشدة فقرا ونقول لهم مزيدا من البذل ومزيدا من العطاء حيث أن نستفاد من هذه السلال خمس قراء الشقوف وعنقباء والمصيبري والمنصاحة وكذلك وادقار موسيقى